موسيقى رح نبلش باخر وحدة من مادة العلوم نصف الخامس بعنوان البيئة باول فصل رح نحكي عن الكائنات الحية ودرسنا لليوم بعنوان النظام البيئي هلا ازا بتلاحظ انت عايش في مكان معين لاحظ ايش في مكونات موجودة حواليك رح تلاحظ في عندي ماء، هواء، حيوانات زي العصفير والقطط نباتات سواء كانت اشجار او اعشاب بغض النظر ورح تلاقي في عندي صخور وغيرها من هاي المكونات هلا كل هاي المكونات بتشكل لي البيئة فتعريف البيئة انه هي كل شيء يحيط بناء من مواد حية وغير ومواد غير حية من الامثلة اللي ذكرتها هلحت تلاحظوا انه في عندي مواد حية زي ايش؟ زي الحنوانات وزي النباتات ومواد غير حية زي الماء الصخور التربم كل هاي مكونات غير حية هلا بنحكي عن مفهوم اوسع شوي من البيئة اللي هو النظام البيئي هلا النظام البيئي لا يكفي فقط وجود المواد المواد الحية وغير الحية لكن لازم يكون في بناتها علاقة يعني بتعتمد على كتير شغلات بحياتها يعني انا الانسان بيعتمد على الحيوانات كمصدر للغذاء وبيعتمد كما عن النباتات النباتات بتعتمد على التربة حتى تنمو وتتكاثر بنعتمد على الماء لهو غير حي كل الكائنات الحية بتحتاج للماء فالنظام البيئي عبارة عن ايش؟ مجموعة المكونات الحية وغير الحية التي توجد معاً في مكان ما وترتبط معها بعلاقات يعني الانسان بيعتمد على الحيوان والنبات النبات بتعتمد على التربة بتحتاج لماي فهاي كلها فهذا المفهوم كله اسمه نظام بيئي يعني المكونات الحية والغير الحية بتتفاعل مع بعض عشان تستطيعي تكمل حياتها بشكل طبيعي طبيعي هلأ بننجي بننصنف مكونات النظام البيئي من التعريف بقدر اخدها من اول ايش المكونات الحية والمكونات غير الحية اول ايش المكونات الحية المكونات الحية ولا رح نحكي انثلة عليها والمكونات غير الحية المكونات الحية زي ايش زي الانسان الحيوان والنبات هدول مكونات حية من مكونات النظام البيئي طب لبنا نجي نحكي عن المكونات غير الحية زي ايش عندي الماء الهواء التربة هاي ترت امثلة على المكونات غير الحية والموجودة بالنظام البيئي هلأ بقدر اصنف النظام البيئي حسب حجمه هل هو كبير ولا صغير فاول تصنيف اله ممكن يكون نظام بيئي كبير زي ايش زي البحار المحيطات الغابات هاي كلها عبارة عن نظام بيئي كبير يعني مساحته كتير واسعة زي الغابة والمحيط هلأ التصنيف التاني نظام بيئي صغير زي ايش زي حوض السمك عندي حوض السمك اه ممكن المزرعة مزرعة صغيرة مزرعة صغيرة تحت صخرة برضه هاي عبارة عن نظام بيئي صغير او عين التربة هاي كلها عبارة عن نظام بيئي صغيرك لانه مساحتها صغيرة هالأخرين نرجع مع بعض بشوية اسئلة يتكون النظام البيئي من مكونات غير حية فقط احنا حكينا لا انه النظام البيئي مكون من شغلتين مكونات حية مكونات غير حية وفي بيناتهم علاقات فهي العبارة ايش خاطئة تمثل الغاب نظام بيئي كبير هاي حكينا من الامثل على الانظمة البيئية الكبيرة ايش الغابة والمحيط فمعنات هاي العبارة صحيحة